السلام عليكم ورحمة بكم في قناتي وقناتكم مملكة اسمنا للنواعي اليوم جينا بوصفة جديدة رايح ندير العجين المورقة بطريقة سهلة وسريعة وناجحة في نفس الوقت بمقادير مضبوطة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ولدعم القناة على المواصلة مقادير وصفتنا لنا اليوم راح نحتاج كيلو من الفارينة هنا استعملت كيلو من الفارينة راح نحتاج مع كيلو من الفارينة 20 قرام من الملح ما يعد الملعقة كبيرة من الملح راح نحتاج ملعقتين كبيرتين من الخل 150 قرام من الزيت اللي هي كأس 240 مليلتر ناقص إسباء عدنا 500 مليلتر من الماء الماء يكون عادي بدرجة حرارة المطبخ هنا اول حاجة راح ندو في الفارينة راح نحط معها كمية الملح وريح نضيف كمية الزيت اللي هي 150 قرام كل المقادير راح تبوها مكتوبة بالكأس و بالقرام في صندوق الوصف لميعة في صندوق الوصفة قد يضغط على العنوان راح يخرج لصندوق الوصف بالتفصيل يعني من أنجح وصفات العجينة المورقة وصفة ناجحة 100% أخرج جربوها راح تشوفا النتيجة في العجينة المورقة هذي بعد من بصوا الفارينة التانى بالزيت راح نضيفisch الخل ليس هنا ملعقتين كبيرتين من الخل بالنسبة للفارينة راني استعمالت الفارينة العادية ليس الفارينة الخاصة بالتوريق لان كان الفارينة الخاصة بالتوريق ولكن انا استعمالت الفارينة العادية هنا رح نمدون لمو العجنة تعنا رح تاخذنا 500 مليليتر من الماء بالضبط يعني ما رحش تاخذ لا اقل ولا اكثر بالنسبة للعجنة رح تكون عجنة طارية وتكون مشي ياب سبزاف يعني ما تكونش شدة روحها بزاف وما تكونش مطلوقة هنا بعد نكملنا كل كمية الماء لممليح العجنة التعنان كما قلت لكم رح تاخذ معانا 500 مليليتر هي نسبة للماء يكون درجة حرارة المطبخ ما يكونش بارد وما يكونش سخون بعد ملمينا العجنة رح نحاول ندلكها على سطح العمل ولا في الليان اللي راكم تديروا فيها حتى تشكل معانا كرة ملسا وتكون طارية في نفس الوقت هكذا كما رح تشوفوا يعني شوفوا تكون عجنة طارية وملسا في نفس الوقت هكذا رح نخليها ترتاح مدة عشرين دقيقة قبل ما نبدأ ونخدمه في العجنة المورقة ونورقه العجنة التانية لازم نخليها ترتاح مدة عشرين دقيقة بما ان الجو بارد يعني ما شي لازم ندخلها الثلاجان يعني نقدر نخليها ببرة وترتاح مدة عشرين دقيقة ونبدأ في التوريق العجينة هنا بالنسبة الكيلو من الفارينة راح نستعمل 500 جرام من الزبدة يعني نستعمل القالب كله تاع الزبدة الزبدة لازم تكون طارية بدرجة حرارة المطبخ يعني ما لازمش تكون باردة زبدة لو كان تكون شدة روح الزبدة رغم راح تفتح مع العجنة ورح تجينا حبيبات في العجنة هنا من الأحسن تكون زبدة طارية هنا كما راكم تشوفوا غير بيدية نقدر نفتح الزبدة متحكم فيها هنا تقدر تستعملوا أي زبدة توريق تكون متوفرة عندكم لأنه أغلبية الماركات راح تكون يعني تعطي النتيجة يعني هذا الطريقة راح تخلي العجنة من مورقة تاعكم تجي ناجحة وبمقادير مضبوطة تجربوها ورح تشوفوا الفرق في العجنة المورقة تاعكم وما راح تجيكم العجنة المورقة يابسة لأنه ساعات كين اللي تجيه العجنة المورقة يابسة كي طيبها تيب سلو بهذا الطريقة مع كمية الزيت المضبوطة راح تخلي العجنة المورقة تجي طرية وتجي رائعة هنا راح ندعو نفتحو العجنة دائما هكذا نبدأو في العجنة باش تفتح الزبدة مع كل العجنة بهذا الطريقة هنا دائما كي نفتحو العجنة كما راكم تشوفوا من المنتصف ونهضو لتحت ومن المنتصف نطلعو الفوق يعني مندوش من تحت للفوق هنا بالنسبة باش نفتحو العجنة التعنو دا والتوريق راح نستعمله واحد سامبل وثلاثة دوبلي يعني نستعمله على الاكثر اربعة بالنسبة اللي حبيه باش اذا حبينا نديرو بها ميل فاي ولا تكون مبواجدة معنا نستعمله واحد سامبل وثلاثة دوبلي وبين كل مرحلة ومرحلة نجلب العجنة ترتاح مدة خمس دقائق قبل نزيد ونفتحوها مرة اخرى يعني نفتحوها ونشكلها مرة سامبل بعد من نكملوا السامبل نخليوها ترتاح مدة خمس دقائق ونشكلها دوبلي ونبعد خليوها ترتاح مدة خمس دقائق نزيدوها تشكلها دوبلي وهكذا حتى نكملو في كل مرة نخليوها ترتاح خمس دقائق قبل منزلوها مرة أخرى هنا راح ينضيرو الدوبلي بما أنه درنا لول سامبل راح ينضيرو الدوبلي يعني طريقة سهلة وسارعة راح تبدل لكم باللي صعيبة وفيها وقت كثير لكن كي تتعودوا أنه تخدموها راح يعني على الأكثر يعني بعد ما ندخلوها ترتاح عشرين دقيقة راح تدعو معاكم ربع ساعة وتكون واجدة راح تتعودوا عليها هنا دائما لازم نحيو كمية الفارينة الزائدة اللي تكون في المنتصف ما نخلوها ننحيوها باش ما تنشفش العاجية هكذا بعد ما نكملو نزيدو نفتحو العجينة التانى الدوبلي راح نخلوها ترتاح كما قلت لكم خمس دقائق ونزيدو دوبلي ونزيدو نخلوها ترتاح مدة خمس دقائق ونزيدو نفتحوها مرة أخرى وتكون واجدة معانا يعني بطريقة سهلة وسريعة هنا كما قلت لكم نفتحوها مرة السامبل وثلاثة دوبلي لأنه الميلفاي يحتاج أربع مرات احنا نفتحو فيها يحتاج ثلاثة دوبلي إذا كنتوا حديروها ممنحات فقط تقدروا زوج دوبلي ولكن تما ديروها ثلاثة أربع فتوحات يعني واحدة سامبل ثلاثة دوبلي إذا حبيتوا تديروها ميلفاي تكون واجدة معاكم مجازة هنا بعد ما استكملت فتحت الدوبلي كله يعني كل ما راحل يعني شوفوا الشكل العجلة مورقة راح أجيكم ما شاء الله يعني وصفة رائعة وناجحة بإذن الله جربوها ورايحين تنجحوا فيها هنا كما راح تشوفوا يعني حتى طبيقة تاحة كنت درت بها ليمونشون هذو ما يعني جوا ما شاء الله جربوها وراح تنجحوا فيها ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليس لكم كل جديد ولدعم القناة على المواصلة وإذا حبيتوا وصفات أخرى من هذا القبيل كتبولي في التعليقات وإذا حبيتوا وصفات أخرى يعني حبي نشوفهم في القناة كتبولي فقط في التعليقات ولا زروا مواقع تواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة راح تسيبوها في صندوق الوصف في أسفل في صندوق الوصف في الأسفل شاء الله تعجبكم الوصفات نتلقى وفي وصفات أخرى إن شاء الله وإلى الملتقى شكرا للمشاهدة